أزمات العراق الحقيقية تمسك بجذورها الأحزاب السياسية فلا حلول لمشاكل العراقيين إلا ما يصب في مصلحة أحزاب السلطة هو المشهد العام لما بعد تولي الكاظم رئاسة الحكومة في بغداد برأي مجلة فورين بوليس الأمريكية مشهد سياسي لم يتغير فيه شيء سوى أن الطبقة السياسية باتت عاجزة أكثر عن الاستجابة لمطالب الشعب لا سيما المعتصمين في ساحات التظاهر وبحسب فورين بوليسي فإن الكاظم ليس ثوريا كما يحاول المستفيدون من النظام الترويج له بل إنه لجأ إلى العمل بنفس أسلوب رؤساء الحكومات المتعاقبة هو يصرح بأنه مع مطالب المتظاهرين لكن لا غنا عن كسب ود الأحزاب السياسية رغم فسادها الموثقة فساد تتجلى إحدى أهم جزئياته في تشكيل حكومة الكاظم من مرشحي الكتل السياسية بدلا من شخصيات مستقلة غير خاضعة لمنظومة الفساد في بغداد فالكاظم اختار مرشحيه للوزارات إلا أن أولئك المرشحين لم يمروا إلا برضى رؤساء الأحزاب بعد أن وعدهم مرشحو الكاظم بالعمل بنفس سياقات الفساد وفي المحصلة فإن أمام الكاظم مهمة شبه مستحيلة للخروج من السياقات التي التزم بها أسلافه للبقاء في منصبه ويأتي على رأسها استعادة السيطرة على مكتبه الذي تتحكم به الأحزاب فمكتب رئيس الوزراء في العراق مسؤول عن مجلس الأمن القومي وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة ميليشيا الحشد وجهاز المخابرات سلف الكاظم عبد المهدي سلم الكثير من صلاحيات منصبه للأحزاب السياسية لا سيما تحالفي الفتح وسائرون حتى فقد الأخير سيطرته على دائرته الداخلية من المستشارين الذين أصبحوا وكلاء للأحزاب كما تؤكد مجلة فورين بوليسي والنتيجة على إثر تلك المعطيات هي استمرار المتظاهرين في ساحات التحرر وسط وجنوب العراق بالاعتصام داعين إلى عودة زخم ثورة تشرين بينما لا يزال السياسيون منشغلين بالتكالب على المناصب وما تبقى من أموال العراقيين في خزينة الدولة